بيني وبين الطيبين كلام ومحبة في الله والإسلام ونصائح للدهر والأيام هي للبيوت الطيبات سلام وتألف ومشاعر ووئام بيني وبين الطيبين كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام في كل مكان حياكم الله ورضي الله عنكم اللهم أمين نشرف ونسعد في هذه الحلقات من برنامج وئام بصحبة ضيفنا وهو ثابت في هذا البرنامج بل هو صاحب البرنامج في الحقيقة فضيلة الدكتور عبد الرحمن منصور الاستشاري الأسري والتربوي سيدنا سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك دكتور وإياكم دكتور اللهم أمين محبك في الله سبحانه أحبك الذي أحبك فيه الله وإياكم شيخنا الحبيب الله أحبزكم مشاهداء الكرام بتكلمنا في الحلقة اللي فاتت حول حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديث علقمة رضي الله عنه أرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم وباءت فليتزوج فإنه أغض للبصري وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ولزال الحديث ممتد من كتاب قصة التأهيل لفضيلة الدكتور عبد الرحمن منصور في برنامجكم وقام سائلين الله سبحانه وتعالى أن نصل إلى هذه الدرجة من الوقام والاستقرار والسكينة والمودة والمحبة في بيوتنا اللهم أمين سيدنا الدكتور عبد الرحمن أبرز الفوائد التي نستخرجها من هذا الحديث الماتع الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه نسعدنا بها مع جمهورنا الحبيب الطيب جزاهم الله خيرا وأزر الله لنا ولهم العطاء في الدارين اللهم أمين تعالى حبيب قلبي بعدما احنا تكلمنا في اللقاء الفائت عن المعنى الإجمالي للرواية نعم ندخل بقى كده نمشي مع فقرات الرواية فقرة فقرة وهنستخر فوائد عظيمة جدا نعم هتحللنا أزمات كبيرة جدا بتقع في البيوت عشان كده حاليا نسكت ضيما فقرات الحديث على واقع الناس نعم عشان يبقى فيه نوع من الربط وما بين الاثنين جميل ندرنا في قول سيدنا على القامة رضي الله عنه وأرضاه لما بيقول كنتم عبد الله فلقيه عثمان بميناء نعم فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة إن لي إليك حاجة عاوز أكلمك في حاجة نعم فاستخلاه يعني قاله تعالى نتكلم أنا وانت بعيد عن القامة رضي الله عنه إيه بعد ناخد إيه الفايدة هنا في استخلاء سيدنا عثمان بن عفان أمير المؤمنين نعم بالسيدنا عبد الله بن مسعود العلماء يقوله إيه الإمام النووي يقول دليل على استحباب الإصرار بمثل هذا فإن هذا مما يستحيى من ذكره بين الناس سبحان الله يعني هو جاي يكلمه في إيه في زوائق في زوائق فعاوز يقوله إنت الوقت أنا هختلي بك عشان ده أمر ما ينفعش ننشره على عامة الناس كده إنما ده أمر خاص بيني وبينك تم الحمد لله الناس هتعرف لم يتم خلاص بالأمر كما يقال في لغة سكرت يعني حاجة خاصة ما بين اتنين ده يعلمنا حاجة أنا قلت كتبت بقية تحتها قلت عبد الرحمن ولعل هناك سببا آخر نعم أن في الناس المحب والمبغض والحاقد والحاسد صحيح فلعله يحسد على صفاتها نعم يعني الوهاد يتقدم لخبتها في زمن تدنت فيه الأخلاق نعم ولا ينظر أكثر الخلق إلا لمصلحتهم ولو على رقابي الناس نعم أنا عاوز أقولي هنا المعنى إيه أنا الوقت أحد في مجلس وجاي أخي من الإخوة عاوز يبلغ ابني مثلا فيقول له يا يوسف ربنا يهدوه ده أبوه اللهم آمين ويتوب على حزيف وابو أحمد الفولي اللهم آمين آمين يا رب آمين فيقول له عاوز أشوف لك زوج فممكن يدخل على عامة الناس في مجموعة من الناس قاعدة والناس قلوبها متغيرة آه والناس مشكلها عندها سلامة صدر فيه المحب والمبغض والحاقن والحاسن وفيه كأنما قد من صخره والإنسان السهن اللين وفيه الإنسان الحزن طبيعته كده فالناس مختلفة في صفاته وسماته صفحيح فاحنا تعلمنا هنا من سيدنا عثمار بن عفان وهذا من فقه النفس معاملة النفس إن أنا مجيش هتكلم في مثل هذه الأمور قدام الناس على العامة دخل على صاحبه ولا ايه شفتلك عروس الله أكبر من صفاته واحد اتنين طرق وده يعدد 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 الناس اللي قاعدة دي فيه حد بيرنكز طبعا طبعا بسمع الكلام ومنهم كما ذكرت حرك الحاقد والحاسد صحيح صحيح لعله يحسده لعله يحقنه عليه لعله ياخد معلومات وامه سابقه إليها هذا معروف في أهل القرى يعني أنا عشت تجارب مثل هذه نعم إنه يبقى مسرق معروف إن فلان عنده رغبة فيه فلانة وفلان صاحبه ده اللي اتنين توقم دراسي نعم بس فيه نوع للتنافس وشاف إن دي ما تنفعوش أنا أحسن منك يعني فيروح إيه اللهم ياما فيه كذا 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 والسبق خبط على البيت نقول لهم فلان عايز أتجوز بيتهم نعم والأول لا يدري فجأة يتفاجئ فوق طوبة خطوبة مين خطوبة تاسوسو لبوزو إيه يا عم إذا جيت إزاي دي إيه دا آه دا أنا كنت كلمته مرة قلت له إن أنا عنده رغبة إن أنا أخطف فلانة لا حول ولا قوة إلا بالله فسيدنا عثمار بن عفان علمنا هنا بقى الحتة دي ثقه النفس دي في مسألة التعاون في مسائل الزواج إن قاله تعالى أستخلي بك يعني سيدنا عالقمة من الأبرار الأطهار نعم ومع ذلك قال لا أنا أتكلم بينه وبينه في هذا الأمر فإن هذا مما يستحي من ذكره بين الناس أي على العامة نعم الفائدة الثانية استخلاص سيدنا عثمار بن مسعود دون سيدنا عالقمة نعم العلماء يقولوا إيه دليل دون عالقمة فيه جواز فيه جوازه المناجاة صفحة 48 آه أني تناجاة سنة من الأبر آه نعم وطرك الثالث للحاجة آه وعلى الثالثي تقدير الظروف آه وعدم الحزن وخصوصا إذا جبر خاطره كما هنا يعني كما في هذه الرواية المقصوب بالمناجاة أن يتحدث اثنان سرا نعم بحيث أن الإنسان الثالث لا يسمع آه وبيلا شك بأن هذا الأمر من نحاة الشعر محرم آه في النصر صلى الله عليه وسلم يعني إن لم يكن هناك حاجة آي نعم إلا يكن هناك حاجة نعم يعني لو إحنا جئنا هنا آه قلنا والنهي في الحديث ظاهره التحريم ويسسنا من ذلك عدة صور آه ومن إذا كان هناك حاجة أو مصلحة راجحة على مفسنة التناجي والإمام النوي رحمه الله تعالى ذكر حتى باب أن إيه باب النهي تناجي اثنان دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة آه إلا لحاجة آه وكتاب الكلام ده في كتاب رياض الصالح جميل آه فإحنا عاوزين نقول ورحمة الله الشيخ علي الحلبي وسائل دعاة المسلمين نعم فإحنا عاوزين نقول آه إن آه دي الفائدة الثانية من هذه الفقرة نعم إن قضية إن أنا آه هتكلم محد في حاجة ضرورية جدا زي دخل عليه قل له ده أنت مثلا حصل حادث عندي فلان أو فلان مرضت مثلا شيء يعني فيه مصلحة راجحة إنه يقال سرا مش عاوز يقوله قدامي الناس إنهم هتعمل عملية فجاي يقول له أخو أمك حصل الله ظروف كذا 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 ويتعالى أنا وإنت مثلا نتكلم وهيستأذر الأخ الثاني نعم وبعدين يقول له والله الأمر خاص بالأسرة فهكلمه في أمره وبعدين يرجع إليك ومثل هذا يعني جميل آه عندنا فائدة آه من قول سيدنا عثماري لابن مسعود لما بيقول له هل لك يا أبا عبد الرحمن بس هنا جارية شابة هل معناها بكرة آه نعم آه نعم آه الفائدة هنا بيقول له هل لك يا أبا عبد الرحمن هو هنا آه اشتغل بمفاتيح القلوب سبحان الله ناداه بكنيته آه يعني يا أبا حزيفة نعم بخلافة نقول له شيخ أحمد صحيح أو يا دكتور أحمد صحيح بالذات لو إن الولد هو الأكبر فهدتع الأمر قريب إلى نفسي وإلى قلبه أحب بلا شك بلا شك ولعملت كتاب كامل اسمه همست في مهارات التواصل والشيخ عبد الرحمن أبو عبيدة أي نعم لكن ليس في الأولاد من يسمى عبيدة ولا يشترط إن يكون في عبيدة لا يشترط ولعل عبيدة جاي في الطريق الله أكبر الله أكبر ما فيش والله حاجة أسلم أقول لعلي سامت يا سيدنا خلاص أصل اللهم يبارك لك في يوسف ومحمد وإياك وهاجر وجويرية وجويرية الله أكبر وأن يرزقك عبيدة أمين يا رحمة أمين أمين مبارك في أولادك شك أحمد هو سائر إخوانا أخوانا أمين ويرزق من لك يرزق منهم بالولد الصالح يا رحمة أمين أمين يا حيو يا قيو نشاء الله بارك فأنا كتبت كتاب في مفاتيح القلوب نعم اسمه همست في مهارات التواصل نشاء الله حوالي 600 صفحة تقريبا نعم وذكرت فيه النصوص الشرعية ومن السنة وأشعروا كلام من نثر العلماء نعم فهنا بيقوله هل لك يا أبا عبد الرحمن يرقق الدونة خلص لأنه الخبر اللي كان خبر سعيد نعم فبيقوله وده على قلوب الناس من السعيد أوي يعني على قلوب النساء يعني ولكن هنا قاله هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرة نعم ألا نزوجك جارية شابة ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بك آه يعني وردت بكرة أيضا آه كل نواية دون نواية أبي داود نشاء الله فالعلماء أخذوا منها يا دكتور رحمد الفوائد با استحباب عرض الصاحب على صاحبه نعم الذي ليست له زوجة بهذه الصفة وهو صالح لزواجها الذي ليست له زوجة آه لكن لو كانت له زوجة هو سيدنا عبد الرحمن المسعود لم تكن له زوجة كانت لم يتزوج لا هو تزوج بس في بعض النوايات على أنها قد ماتت الله يرحمها رحمه فعشان كنا وبعدها خلي بالك لما تأيمت حفصة نعم بنت عمر رضي الله عنهما وأرضاهما آه وزوجة قد توفه الله راح عرض على سيدنا عثمار بن عفان فيه أنه زوجه وعرض على أبي بكر والصديق عمر أي نعم عرض على عثمان عرض على عثمان وزوجه حفصة نعم وعرض على أبي بكر فيه أنه زوجه وحفصة نشاء الله واللي تنكر عندهم زوجات ولا ما فيش فيه كان فيه يعني هنا الرجل الصالح يعرض على صاحبه أيضا المتزوج المتزوج فأنا أعرض عليك أن نزوجك أم حزيفة ونعمل كوشة من جديدة فيه أنا طبت وأنابت الحظ ولا أريد أن أعرض عليك الحظ حتى لأنه لدعواتهم مهاجر نصر الله أهل وماركة في الزوجات والأهل جديد أمين فهنا بيقول إيه استحباب عبد الصاحب على صاحب الذي ليست له زوجة بهذه الصفة وهو صالح لزواجها نعم فإن أنت تتفقد تخيل أن أمير المؤمنين أمير دولة نعم ومع ذلك بيتفقد أحوال الرعي سبحان الله فيقول له يعني أنت تهمك غير جواز ليه لأنه زوجة جارية شابة وبعدها ما قالش له نبدأ حتى بالثيب إنما بدأ قال له لا ده إحنا عايزين جارية شابة تذكرك بعض ما مضى من زمان تعيد إليك بالفردوس الأعلى على طول نعم علوه الهمة نعم نعم الفائدة الثانية ما كان عليه الصحابة من مواساه مواساه بعضهم لبعض يعني نعم وإنه بيتفقدوا أحوال بعض وده برضو يعلمنا فائدة أنت ما كلك صحبة والصحبة أنا غابت عنك لأمر صحيح دكتور رحمة ما شفتوش من فترة ما شفتوش من فترة أحد من إخواننا اللي إحنا نحبوهم في الله إنت أنا عارف رحمة شايفين بعض على النت وعلى الفيس وعلى التليجرام وعلى الوجع القلبي الموجود وفي المكالمات ورسائل الواتس ولكن اللقية أمر آخر طبعا بالله العظيم أنا من خاصة إخواني ممكن نقعد ستة شهر لأنا ألتقي ماشاء الله الشيخ سليابو شادي ماشاء الله ستة شهر لأنا ألتقي ممن إحنا في منطقة واحدة يعني بيني وبينه بيت توك توك ثلاث دقائق لكن هاجراكم الشيخ وذهب إلى الشيخ زايد أي دعا المعهد عندنا في شغرة نعم ومع ذلك يمكننا ألتقي كل ستة شهر مرة بس إذا ألتقينا العرف اللي في قلبه وهو يعرف ما في قلبه ماشاء الله وكأن اللقاء لأول مرة أو واحد مثلا مفتقد ده صديقه ده ألو عشر سنواته هلتقوا لأول مرة ماشاء الله نعم ولما تجي تتكلم مفيش تكلف ماشاء الله في نوع من التمسط وأمر المواساة تلتعى نفسك بتحكي هو بيحكي والدنيا والله والشيخ سيد رجل المحب يعني صحيح والشيخ عبد الحمد نصور كذلك الله يرضى عليك الله يرضى عليك فنعمة الصبيقية الله يرضى عليك الله يرضى عليك اللي اللي عاوز أقوله إن ده أمير المؤمنين يتفقد حال الرعية فيما يخص أمر النكاة فقل لي المسعود أنا نزولك جارية الشابة نعم وده بيدل على إن الواحد فينا يسعى مع إخوانه في الزواج بس إمتى أما يكون مؤهل للزواج نعم أنا حوالية شواجتي منطقتي ومع ذلك لما أقوله إنت أبدأ تأهل نفسك للجوازة إمتى يا عمر في يغصلك هو عايز يقولوني تبدول إيه نعم يعني أنا بقولش له عايز أجوزك إمتى ما أنا بقوله حاجة يجي منه رأي السفام عنده آه فلما أقوله عمر إنت أتأهل نفسك للزواج إمتى يا عمر فهو ساكت أقوله طبعا بعتك حاجة على الوطس نعم بص عليها وبعدين بقى نتكلم فيقول باش استحياء مني وابعت له مقطع عن التأهيل وفوائده ووسائله نعم فلما يقرأ أو يسمع أو أقوله تسمعت وقللي لسه سمعت لسه ياب نسمع ويكلمني يقوله خلاص فسمع أما قبله مسلا في المسجد أو في الشارع عمور أنت سمعت إذا ألا أبعته لك أيوة طب أنت فيمتي حاجة يقول لي آه أنا مروح أقدم في شركة لازم يكون مؤهل أما أنا هتجوز إزاي سبحان الله ده أنا مقدش عارف ندمغ المرأة كده ده أنا مش فاهم إن في حاجة سمعتها جات والله يتلقشوا بالطريقة دي وفعلا يعني أنه الطرح ده أمر طبيعي جدا يعني أنا عفوا يا دكتور إذا قدمت لي عمل في قناة أو في مؤسسة أو صحيفة أو ما شابه بجاهز سيفي والسيفي ده يكون به مهارات حقيقية وأبعتها يعني أحد زميلي لسه متخرج من كورية إعلام بيسألني عاوز يبعى السيفي لإحدى المؤسسات الصحفية شنشتغل فيها فقالت له حبيبي السيفي بتاعك فاضي فأنت لازم تجهز مهارة التصحيق ومهارة التصحيق ومهارة كذا وكذا عاش تبقى تبعاتها عشان يستجبك صحيح فما بدك بقى بالزواج اللي هو الحياة يعني نعم والأمر دكتور رحمد الزواج في غالبه الآن ما عادش من بيئة واحدة صحيح ولا من ثقافة واحدة نعم إنما ممكن يبقى واحد من المنصورة واخذ واحدة من القاهرة ودي أسرة منفتحة ودي أسرة منغلقة ودي أسرة اجتماعية ودي أسرة منعزلة عن العالم ببقى علاقتها الاجتماعية ناجحة جدا ناس ثانيا مقطعها كل صلاة الأرحام نعم فتلتأى في اختلاف في العادات والتقاليد وطريقة التفكير يعني أنا أحد من أصحابي أمه أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها معلمة النظام النظام بمعنى الكلمة نعم يعني البجامات مرسوسة فوق بعضها الترينجات محطوطة فوق بعضها الجلبيات محطوطة الوحيدة الشرامات معروف دولبها مش عارف البيدال بتاعته لها رف الوحيدة الأمصان محطوطة مع بناطيل مع الكرافاتة في مكان واحد ترتيبات ونظام نعم فتعود طول عمره على هذا النظام والأسرة كلها ماشية على هذا النظام لأن الأم هي الترمومتر لما تزوج كان يطلع منافسه من بقى الكلب سبحان الله عارف الكلمة معنى الكلمة إيه سيئة جدا سيئة جدا وزوجته لا تعرف نظام الشرامات فوق الجزم والجزم فوق الشباشب والأبوس فوق البنطرون والبدلة فوق البتاع بعد شهر واحد قال لي والله العظيم كلمني قال لي أكسمه بالله لو عارف ان الجواز كده ما كنت تجوزت في حياتي ولا قلت له من عاوزة تجوز سبحان الله عرف من حياته بسبب إيه أدي واحدة جاء من بيئة لا تعرف حاجة عن ترتيب شقة ولا عن تنظيم شقة ولا ازاي تغسل المواعين ولا المواعين يعني الأواني يعني انتم نصطبعا هاي هاي إكس إكس لارج إحنا نصفها لحين ده بالصعيد ولا من منصورة تغسل المواعين وتغسل الحلل واللباء والكلام ده ما تعرفش العكده ما تعرفش إياه كلام ده ولا ترتيبات الشقة ولا ازاي تشد الملاية ولا تعمل كسن المخدد يفضل ثلاثة أيام تعمل فيه فيه بنات كده ليه الأمهات الأمهات تقول لك أنا بنتي في كلية التم إيه يا حاجة إيه حاجة إيه حاجة كلية الطب يعني إيه في كلية الطب يا ماما يعني إيه تعمل إيه مثلا يعني أنا عاوز أفهم ده إحنا الأطباء في مصر ما عندناش أكتر منهم يعني إيه الجديد اللي إحنا نعمله هي في طب على عين وعلى رأس بس اسمها زوجة اسمها مسؤولة من زوج اسمها واحد جاي من برده عاوز مامي مامي مام عاوز أكل أكل بيتذوق الأكل اللي هيكله صحيح فالطبيعة أنت جيدة في مهارات تقول إن شاء الله وتعالى ما تتجوز تبقى تعمل في بيت جوزها لكن أنت هتبتلي بي واحدة لسه جاي تجرب فيه لمدة ثلاث سنين أنا بقول للأمهات ده كانوا غلط أنا أعرفه قديما أسأل الله ليبارك في عمر أمي وأمك وأمياتنا جاهلة أخوات البنات 15 سنة كل حاجة في البيت بتتعمل الله أكبر أكسموا بالله ما شاء الله 15 سنة 15 سنة أنا جيحها ما يمر رحمه الله أمين مهندس محمد اللهم أمين لما أتعرف على في قاهرة وقالنا نعاوز أزوركم في منصورة أتعرف على الوالد وإخواتي وكده وبعدين جي وكانت أختي تقريبا في أولى ثانوي أخت الصغرى فاطمة أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها وأن يبريها من كل ده تزوجت ولا ثلاثة من الأولى ما شاء الله الله بارك فآمين يا ربي وبعدين هيا اللي طبخت ما شاء الله ولا ثانوي ولا ثانوي الله مبارك هي اللي طبخت ما شاء الله وبعدين طبخت ده مش وقت رز طبخت عارفة أن في حد الضيف جاي فمعروف أن فيه نظام معين هيتعمل كذا صمت كله من أول وأخر ومن أول الخضار لما الحلجات النواجف لما الصلاطات لما مش عرف الطحينة البابة الغنوج اللي مش عارف إيه والكلام الجامع دي اللي بيتقال دا وهي اللي جهزت الحال كلها خاصة لأننا يعني علاقتي بها كعلاقة الأب بابنته الله أكبر ما شاء الله وهي الصغرى يعني وكنت وهي صغيرة بأخدها ودها المعهد واجيبها بتاع ففي نوع من التقارب القلب جدا يعني ويؤلمها ما يؤلمني والله صلى الله أن يبريها من كل ده اللهم أمين ولما جه أنا كنت قاعي جنبه ما كانش بياكل كان بيستطعم الأكل أكسم بالله ورب المأدى كان بيستطعم الأكل ونسبته خالص ولما أكلنا وشربنا ونرجعنا وهو فقال لي أنا عاودة أسأل سؤال قال لي من لي طابخ قلت له فاطمة الصغرى قال لي قول بالله قلت له أكسم بالله قال لي يبني الكلام ده ده من سنين ما مكلناش الأكل من سنين ما مكلناش الأكل فكان النساء قديما الأمهات صلى الله عليه وسلم في أعمارهن عندها ثلاث أربع بنات كل واحد مأسم الشغل النهاردة دي هتغسل بكرة دي هتطبخ بعده دي هتخبز دي هتنظف البيت ده هتطبخ لبندي الثلاثة أيام واحدة فيهم مسكة المصروف ويبقى في اتفاقية أنت دبري من المصروف وحطه في جيبي نعم عادش يقول لك لا الكلام ده الوقت موجود بكثرة ولا بقلة ده قلة جدا قلة بس ما زال موجود عند أهل القرى خير موجود بس الغالب نعمدش موجود لسه كنت هزول لفضلتك أحد جيرانا يعمل قاضي وزوجته أيضا في منصب رفيع في الدولة هذا القاضي قرابة الستين من عمره وزوجته كذلك ساكنين في فيلا سلسة أدوار تقريبا شبه أسبوعي أشوف هذه الزوجة وهي في منصب مسؤوم رفيع تخرج من خارج الشباك بتاع الفيلا في الدور التانية أنا أبقى شايف وجايبها لقماشة وبتنفض الشباك من برا وفي يوم من الأيام كنت معدي رقيتها بتمسح البيت تحت والحد أما طلعت المياه برا باب الفيلا والله يا دكتور كلما رأيت هذا موقف تعتبر في عمر والدتي يعني كلما رأيتها وأنا أدعو الله لها عجيب هذه المرأة التي في هذه المكانة يا دكتور نعم مكانة كبيرة جدا صحيح وزوجها رجل معروف وصاحب مكانة عريقة يعني ومع ذلك أنظر إلى الروح العظيمة ما هذا الجماد لم تخرج على الأنوثتها أي نعم وعلى أنها زوجة بالضبط حتى مهما بالغت من منصب هي عارفة في الأخر أن أنا مع هذا الرجل مش هتعامل بمنصبي أنا هتعامل بمسؤوليات اللي ربنا ألا عليه ولو أشارت لأتى لها بالخادمة نعم سبحان الله سبحان الله بيبقى ليها تحليل شوية في الجزئية دي نعم هي أحبت فعشقت الله شفت دا يعني نموذج نعم أحبت فعشقت فلما كان أنا طرفي لأدامي ما الذي يرضيه أنا بعمل دا عشان أنا بحبك أنت سبحان الله وأنا رأيت شيئا من هذا بين أمي وأبي نعم إن شاء الله الله لما كانت أمي تمرض الله يعفو عنها ويشفيها آمين ويرحمي ورد رحمه وسعه آمين اللهم آمين كان أبي يجلس عند قدميها الله وبعدين يبدأ يرقيها الله أكبر والله العظيم ورأيته في بعض الحالات يبكي بكاء الصبي الذي فقد سبحان الله الله أكبر الله أكبر لتوجه زوجتك أو الله ده نموذج نادر الآن طيب أقول لك على ما هو أغرب نعم آم الأم كان بتحكي لي قريبا دي يعني بتقول لي عبد الرحمن أنا ما في مرة من المرات نعم بعد موت الوالد يعني قد مريضت فيها مرضا شديدا إلا ورأيت الوالد في الرؤية يطيب بخاطر سبحان الله أكسم بالله والله والله كده الله يرحمه رحمه وسعه تقول لي والله ما في مرة من المرات أصابان الضرب إلا ويأتي لي يطيب بخاطري ويدعو لي هذا رجل ابن أصول سبحان الله نعم رجل خلوق ابن أصول يا دكتور أقسم لك بالله أحد أصدقائي مرضت زوجته وأنا أعرفه معرفة قريبة يعني فقال لي أنا أدعو الله في سجودي أن يطيل مرضها حتى تأهدأ أنا نفسيا من كسرة الإزعاج والمشاكل والنكد فين هذه الروح اللي حاج بتكلم عنها ولذلك قضية الوقام دي قضية خطيرة جدا محتاجة تدرس فعلا قضية التأهيل قضية من أخطر القضايا وحاج بتذكر أمثلة أن يأتي الوالد الكريم رحمه الله رحمه وسعه ويجلس بجوار أقدام زوجته الموضوع ده مش بالسهل كده له فاتورة يعني يا دكتور بالتأكيد هذه الأم الكريمة قدمت له ما يدعوه لذلك أصلا مستحيل هي كانت سيئة العشرة تصور إحنا ثمانية من الأخوة ما شاء الله بقى ثلاثة بلات وخمسة بلين ورحمه الله الشيك محمد رحمه وسعه الله يحفظكم جميعا ورحمه المات آمين يا رب كاتت أمي في آخر أجازة كنت عندها من أيام نعم أخي الشيخ حسن صلى الله عليه وأن يعافيه آمين كم يجرد راحة كلا فكنت معا فقلت الأم أنت عشت كم سنة مع الوالد يعني زيادة عن خمسين سنة نعم ستين سنة مثلا ما شاء الله وبعدين بتقول لي يا عبد الرحمن هي بتقول لي نعم بكت بتوصي زوجتي وأنا قاعد فبتقول لي أنت شفتيني مرة شفتيني مرة وأخواتك القاعدين آم أن والدك قال حاجة وأنا قلتولا سبحان الله قلتولا ما حصلش سبحان الله الله العظيم أكسموا بالله أكسموا بالله قالت لي ما حصلش نعم أنا قلت لها ما حصلش وبسنت لإخواتي قالوا لا ما فيش مرة قال لها يا محمد عملي كذا أو يا فاطمة عملي كذا آم وهي مثلا بتقول له إيه آم طب هفكر مثلا طب ليه عشان إيه يعني طب ما تستنى شواء ما نقعد نفكر مع بعض كنا ونتنقش في الموضوع فيش الحوادث دي آم ولذلك لما أجأ أقول بيتة ربا فيه ثمانية بفضل مالك الملك الجامعات وفضل ربنا علينا من أهل القرآن دور القرآن الكلام ده مش هيجي من فراغ هاشو أحمد طبعا طبعا عشان يعني أنا عملت لقاء هنا مرة في الندى نعم اسمه وقالت أمي ماشاء الله حلقة كاملة في برنامج يا دكتور في برنامج لبوت أسرار آه وقالت أمي كنت أنا عندها ودخلت في مشكلة في القرية عندنا فبحكي لها بقولها يا أمي صدقي النساء بتعمل كذا والرجال بتقول كذا أنا ما زكعتش أسماء بس ما تكلم عني مشكلة فلقيتها وأنا قاعد هي بتسترسل بتقول لي يا ابن عشان البيت يا عمر لازم الزوجة تتعود تقول حاضر وطيب سبحان الله الرجل اللي جاي ما تغط من برنا ده مش عاوز ضغوط أكتر من الضغوط اللي عنده أمالنا ربنا قال إيه وسيدنا الكلام اللي قالته أنا ترجمته وأنا قاعد كده أنا قاعد كده والله العظيم خطر بيبي لان عندي بعد مكرة لقاء في الندى طيب والله العزي الله مسمي الحلقة وقالت أمي وبالفعل طلعت على الهوى كده وقمت حاكي بقى القصة وده أنا كنت مع أمي في كده وعدت حكي بقى النصائح والوصايا اللي هي قلت عليها ماشاء الله لما رجل ما هي دي خبرة من مدرسة الحياة صح صح صحيح يعني مرة من مرات بتقول لي اللي اخرب بيت النت ده الله يخرب بيت النت النت آه خرق الناس عن بعضها بحيان لا فبقول لها ليه انت قلت كده فلاني قلت لها آه قالت لي عشان المشكلة فلانية قلت لها آه قالت لي بس سببه النت مهي متعرفش على فلان إلي عن طريق النت آه آه سبحان الله سبحان الله آه تبدأ فتحه في حاجات انت ممكن تبقى غايب عن ذهنك صحيح بس هم في مدرسة الحياة أعمارهم أطول مننا بكثير نعم وأنا متذكر أن أبي رحمه الله وتعالى مرة قال لمحمد أخي الكبير رحمه الله قال لمحمد اللي أنا شايفه بظهري الآن هتشوفه انت بعد عشرين سنة بوشك سبحان الله سبحان الله الكلام كبير قوي كلام كبير وطلب الكلام مش سيد العفاني أهي والله كلام كبير يعني مجرى الله نعم أما تجد تفكر فيها دكتور أحمد وتتعرض لمواقف وانت كان عاوز قديما أما كانت كنت في مرحلة شباب وعاوز يبقى لك رد فعلي معين فيها نعم لما تفتكر الكلمة دي الوقتي أقول رحم الله وأبيه كانت نظرته فيها عنده بعد نظر مش بس استحترق ليه انت شاب واخدك الحمية اللاقي الأمر يتعالج بالطريقة الفلانية مش بالطريقة دي بلاش الطريقة دي فهو يقول لك حاضر وكان متسم بصفة الصبر الذي ليس له حدود ده كان من صفات الوالد وكان حليم لأكثر درجة فكنت اللي قدامه الشلوة حط وهو يعني عنده ثبات في عاني وابدأ تعالى بس عبد الرحمن وانا كنت طفل حركي وأنا صغير فكنت دائم عاوز ألعب كورة ولعب كنفوتا يكوندو مش عارفه ايه فما كان يحصل ليه منوشات كده في الملعب فكان يجي حد يشتكي فياخد الشكوى وبعدين فيه طرف اخر اللي هو انا فيجيه وقول لي تعالى عبد الرحمن انت عملت كذا 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 ليه فابدأ أقول له عشان حصل كذا وادا كذا وانت بينفع تمداء اخوك في الاسلام تمداء انفلان احنا صغر ما شاء الله اوالله تمداء انتو بيكو الصلاة رحيم ده انتو قبل القرية واحدة ده انتو لو واحد من برد تخلي معاكو اتقفوا مع بعض ده انت مش لما اجا ترجم الكلام ده كأصول شرعية وادور عليه في الشرع قلتقوا موجود له أصول شرعية فالناس دي كان عندها خبرة طويلة طبعا 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 ويعفونا دكتورو هنا نسيان النفس مفيش النظرة بالندية بين الزوجة والزوجة لا لا لها نسية نفسها وكأنها تحت أقدام هذا الرجل وكأنها تحت أقدام هذا السيد ورب الكعبة يا دكتور احمد هذا النموذج اللي أنا أحكيه لو أنا دورت على الأسرة الممتدة أو دورت حتى على الأسرة اللي فعل أعمام من حوالي الأعمام والعماد والأخوان والخالات غالب حياتهم كتشبه الحالة دي صح ده كتشبه عامة أصح في المجتمع الوقت مع هذا الانفتاح الرهيم اللي معاتش في نوع من الضبط يعني هو ساب التلفون في اين أولاد 24 ساعة مفتوح على كل حال نعم نعم طب منابط الأمور الأولاد مش هستطيعون عن الموبايل ولا على الانترنت بذات لو في دروس الله ولا هيتعلم حاجة ولا ياخد مهارات جديدة ولا بتاع ولكن فين ضبط المسائل نعم لأن الانفتاح بلا بلا ضابط ضوابط بلا شك له وكارث نعم معلش بقى نرجع مع الفوال اللي قلنها دي ده هذي فوائد عظيمة والله الله يسترقل فسيدنا عثمار بن عفان نعم عنده بواساني أصحابي وبانا يتفقد أحواله انت لما لكت الزوجة لما لكت الزوجة لا تزوج ولما عرض عليه جاب له المرتبة العالية الأول يعني قال له نبدأ الأول بالأبكار وبعد كده الثيب ليس معنى ذلك أن الثيب سبه لا خالص وقد يكون أنا دايما أقول إيه نظرة المجتمع العقيمة إلى المرأة المطلقة على أنها السبب في خراب البيت على الدوام ده كلام فاشل قولة واحدة ودايما التعميم لازم يحسن من وراءه خطأ نعم قد يكون امرأة لما أنا هضرة بيثاله بقولي الجمهورة أنت بنتك جيت لك الوقت قالت لك يا أبتي أنا زوجي يتصف بالصفات الآتية إنسان كريم في المشاعر كريم في العطاء اليد مش المشاعر عطاء اليد وبيحب أهله وأهله بيحبوني وبيموت في عياله إلا أن الزوجي لا يركع لله ركعة وعنده علاقات نسائي وانتكلمت معه مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وما زال على ما هو فيه الأب هيقول ليه غالبا طلقه لو أب عقل نعم وعنده دين نعم وبيفهم أنت كلمتيه كم مرة مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة هناخد خطوة إنه هنعظه ونتكلم معاه تبدينا ثلاث شهور فرص وما زال مقي على حياته وعلى النظام وعلى أخلاقه السيئة وعلى الضرر اللي هيعود على هذه المرأة بالذات لو فيه اتصال كامل جنسي ما بين اتنين هو وأجنبي عن زينة فده ممكن ينقل لها بعض الأمراض الجنسية ففي الحالة من زي دي أو لا لو وضح اتضح عمدك بالدليل على إنه قائم على فاحشة لابد إنه هو يروح يعمل تحاليل تقول لنا هل الإنسان ده خلو من الأمراض الجنسية أو لا بعد ما يجب لك مرأة جنسية يتضمرك ورد غالب الأباء ما بيعملوش كده يا بنت عيشي هو كويس وهو بصرف عليك بقول لك ما بيصليش ولا الجمعة ببقى نايم نايم فوق هناك بالبطنية والإمام بقول يا أيها الناس انتقوا ربكم إن زلزلجة السعر شيء عظيم وهو ما فيش في دماغه الآيات دي ولا يسمع حاجة ولا نقود دعوها بجنة ولا نار وبعدها ده مكر التاري عليها كمان إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمانوا وإذا مروا بهم يتغامزون تقول لي هو بيس يبني في حالي بتقول لي أنا عاوزاي كفي أذى عني يعني مش مكتفي إنه هو إنسان غير صلى مثلا إنما يعمل إيه إيه اللي خدنا من الصلاة وإيه اللي خدنا من المشيخة بأسوف نوع من السخرية والتارياء وتقول لي أكسم بالله العظيمي ثلاثا أنا مرة من المرات فكرت في الانتحار يا سبحانه الله وهي أخت ديينة أعرفها نعم تقول لي أنا فكرت مرة في الانتحار بسبب إن زوج زي ده ولما ترجع لأهلها أبا يقول لا عيشي وعيشي حياتك وخلاص وهتعملي إيه وديه الظروف وديه الحياة نعم أنا ما أقول لك ما بيصليش ما بيركعش ركع يصلي إيته حتى بيصلي الجمعة ما بيصليش خارس مصيبة سودة تلتعى الأب مفيش في دماغه الحوادد دي ولا الأم تقول لي إيه ده إيه ده إنت هترجع لي بالوة وفي شوية عيال روح روح يعيشي حياتك نعم وبوقت عطرحها كمان لو قال لها يعني تلعوز أتطلق عشان كريب لها يا دكتور أحمد نعم الإنسان يتفقد أحوال إخواني في مسألة الزواج نعم آآ يسأل لك زوجة لا ماليش كما تيجي نسعى في التأهيل قبل الزواج أولا تتضح نوع مؤهل للزواج على عينه وعلى رأسه نسعى معهم في ذلك نعم صحيح وده من ضمن الأشياء اللي إحنا بنعملها عندنا في دوراتنا مسألة التوفيق في الزواج بين الخطب والمقطوبة يعني بين الأخ اللي عاوز يخطب والأخ اللي عاوز يخطب نعم وكنت عامل امتحان للشباب والبنات في الدورة دورة بسمنا دورة وقام برضو نعم كنا عاملينها في شرح كتاب بقصة التأهيل نسبة دخول الامتحان كانوا إلى الآن كانوا 200 واحد دخلوا ده عدد ليس بكبير انترنت ودور مجانا مجانا بلا شك 70% اللي امتحنوا بنات و30% من الشاب والنتاج عامل ازاي لم أقرأ لنسا ودي على الهوة انترون من عادي تصوير بس خلص تصوير بتاع وروق وبعد كنا بقرأ بعد الفجر بقى نبدأ نفرز وتشوف النتيجة فيها ايه دكتور انا نفسي اكمل لكن لوقت الحلقة الله المستعى فالفائدة الاخيرة اللي نختم بيها الفائدة الاخيرة ان انا عاوز اقول ان الصحابة كان عندهم شيء من المواساة بعضهم لبعض نعم ويتفقدوا احوال بعض انا واقول لكل اخ داعية بالذات صحيح في منطقة هو فيها وفيها شباب تفقد احوالهم هل عندهم ثقافة عن الحياة الاسرية ولا لا نعم لو ما عندهمش يريد تدفعهم لنا ولا هجبهم لك جاهزين وتجوزون على صور حلو كده بس جالاخر فائدة ان شاء الله شيخنا الحبيب دكتور عبد الرحمن مصور جزاك الله خيرا سيدنا الله يكبر رضي الله عنك وإياكم الله نمين مشاهد الكرام ما زلنا مع هذا الحديث العظيم يا معشر الشباب من استطاع منكم والبقى تفرية زواج فإنه أغض للبصري وأحسن للفرج وما لم يستطعف عليه بالصوم فإنه له وجاء وقفنا مع فائدتين من هذه الفوائد التي ذكرها الدكتور عبد الرحمن منصور في هذا الكتاب قصة التأهيل الفائدة الأولى استحباب عرض الصاحب على صاحبه الذي ليست له زوجة بهذه الصفة وصالح لزواجها والفائدة الثانية ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاه من مواساة لبعضهم من بعضهم البعض وتفقدهم لأحوال بعضهم البعض رضي الله عنهم وأرضاه فهذا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه يتفقد حال الصحابة الكرام ويقول لابن مسعود ألا نزوجك جارية شابة حرص من عثمان على استقرار صاحبه وحالة الوئاب التي تكون بينه وبين زوجه فيما بعد فوائد عديدة من هذا الحديث لكن لعلنا نستكمل في لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى وللحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم بيني وبين الطيبين كلام ومحبة في الله والإسلام ونصائح للدهر والأيام هي للبيوت الطيبات سلام وتآلف ومشاعر ووئام بيني وبين الطيبين كلام ترجمة نانسي قنقر